السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات ومتتبعي وصفات رشيد العماري مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله هالبنات سنعملوا الباريزيان او الكومير هاد الخبز المعروف اللي كان نستعملو في المغرب بزاف راح المكونات دياله بسيطة وان شاء الله انتمنى تشوفوا الفيديو هاده هو الشكل ديال الخبز ديالنا مبعد ما كان وجده نحصدو علي على تشكل هذا نخليكم تسمعو تقرميش مرحبا بكم والصراحة سوف يأتي بطريقة مبسطة نتمنى تشوفوا الفيديو الاخير لكي نعرفوا كيف يعملناه وان شاء الله في المستقبل سوف نقوم بحال هذه الوصفات اللي كان نحتاجهم بثاف بقوموا على الطريقة والمقادير فرجة ممتعة لا تنزوش الدعم الله ومرحبا بكم هاده هو القوام ديال الكومير ديالنا مبعد ما كيوجد يعني كي يجي في حال هادك اللي كي يتبعوا احسن كتتعرفوا شنو فيه وبطريقة مبسطة انا عملتو بيعني بدقيق القمح الصلب وعملتو بالدقيق الابيض هو معروف كي عملو غاب الدقيق الابيض ولكن انا نضفت عليه الدقيق القمح الصلب باش هكو يجيني الخبز زوين ومن الدخل ما كيكون لمع الجن لوالو والله العدم يا البنت راه ما تستغنوش عليه هانتو ما من الداخل هنا راه كان باقي سخون وهانتو ما كي يعني كي يجير طب وكتحسوا بذيك القرماشة منك تاكلوه وان شاء الله تجربوه وتقدموه لأعز الناس عندكم راه طريقة ديالو بسيطة جدا نخليكم تكتشفوها شكرا للمتابعة ديكم قوموا مع الفيديو الاخير فرجة ممتعة على بركة الله في المقادير كانحتاجوا الدقيق الابيض وكانحتاجوا الدقيق القمح الصلب يعني الدقيق ديال الزراع الكيميا كتبقى على حسب اللي بغيتو كانعملو شوية ديال السكر وكانعملو شوية ديال الملح وكانحتاجوا لالخاميره الفورية حبيبات او لالخاميره العادية من بعد كان نضيفوا الماء الدافي لغي يجمع لنا هاد العجينة انا تعمت نضيف الدقيق القمح الصلب باش هكا يجيني الخبز يجيني احسن واحسن من بعد كتعجنوه يعني عادي وكتكون العجينة ديالو كتكون شوية خفيفة ما كتكونش يعني قاسحة هذا وسر ديال هاد الخبز ديالنا ديال الباقيت او لالكومير من بعد كتكون العجينة يعني مرخوفة وكتلصق في اليدين كتاخدوها وكتعجنوها بيديكم وكتدلكوها جيدا هدا وسر ديالها انكم كتدلكوها مزيان مزيان باش هكا يخرج لكم الخبز يعني اسفنجي وكيجيكم هاد الباقيت هدا كيجيكم في حال هدا كلي كيتباع واحسن لانه معروفة شنو باش صايبتوه سافي من بعد او خيبا لكم كيتلصق في سطح العامل وفيديكم غاسته مروف يعني في الدلك ديالو من بعد رما غايب قاشر غادي تجمع العجينة وغادي تشوفوها في الاخير كي كتجي وكتجي واحد يعني واحد العجينة مطاطية وكت يعني كتسهل عليكم يعني تشكلوها ومن بعد مليكات خمار وكتطيب غادي تشوفو القوام ديال الخبز كي كي يجي هانتوما هنا هانتوما لكاتشوفوها رات تبدل اللون ديال العجينة ما بقاش كما كانت يعني غدا وكتجمع سافي غاد دلكوها مزيان مزيان ولحتب يعني بالكف ديالكم غاود دلكوها هانتوما يعني شكل ديالكي كي جي ومبعد غا تبليكم فوقاعات يعني في الخبز غايبليكم بأنها هارت عجنات مزيان ثم تدركوها في حالها قوية وكتعملوا في واحد الإناء يعني انت بدل حتى اللون ديالها من بعد كتخلي واحدة كي تضعف الحجم ديالها ثلاثة دلمرات يعني كتزيد تخمر مزيان هانتوما من بعد كتتحيدوا من هادك الهواء وكتعني كتديوها ويجيبوها صافي من بعد كتشكلوها على حسب السمك اللي بغيتو شحال ما بغيتو يعني مهم يكونوا مقادين اه انا هنا قطعت يعني عيني ميزاني من بعد بانوا ليشي وحدين راه كبار زيت قطعتهم ولي عندكم الميزان يعني عبروه باش جيكم العبار مقاد صافي كما كتشوفو غدي نصامر في حلقة الاخير من بعد غلنا ناخد واحد شوية ديال الدقيق القمح الصلب وغدي نقرس فيهم هاد الخبز ديالي ديال الباقيت ولبن لكم شي حاجة يعني زيدة يعني قطعوها باش هكو يخرج لكم العبار مقاد من بعد صافي يعني صراحة انا اول مرة كان نجرب هاد الخبز يعني ديال الباقيت وان شاء الله مقال عمل لكم فحل هاد الوصفات هادو اللي كانحتاجوها من بعد كان ناخدو شوية ديال الدقيق وكان ناخدو المدلك وكان قاون يعني نتلقو العجينة ديالها في حال هاكو على الطول من بعد وعوساني على العرض باش ما تجيناش من فوخة باش جينش يعافون يعني غليضة بحل هاكو كيما كاتشوفو ونستعينو بشوية ديال الدقيق من بعد كانت نيوها في حال هاكو كانت نضغطو ببيدينا في حال هاكو كنبقو غادين مستمرين حتى الاخر احنا غادين احنا كنضغطو حتى الاخر كيما كاتشوفو يعني تطلطو ببيدينا في الفيديو طالدا ومن بعد لبقال لكم هدكوفة بالاخر كاتهو كتتدووه web يجب أن تقرصوا فهو يجب أن تقرصوا يجب أن تقرصوا و تقرصوا و يجب أن تقرصوا في الطاوة الفرن و يجب أن يضعف الحجم لكي يجب أن يجب أن تضغطوا و يجب أن تقرصوا و يجب أن تقرصوا و يجب أن تقرصوا و نستمر في الطاوة الفرن أو في الطاوة الخبز الخبز المعروف وسوف نقوم بمعروف وهو يجب أن تقرصوا و تضغطوا الحجم سوف اعطي المصر لكي مصر ثم نغطي المصر سوف يخمرون و تخذ شفران اضافة ذاكو ثم تأخذوا قليل الدقيق من فوق العجينة ثم تتخذوا الفران ساخن و تجعلوا خاطرهم حتى يتحمروا و تحصلوا عليهم يكونوا على شكل هذا يكونوا محمرين و يأتيوا رطبين و زوينين و ان شاء الله نتمنى تجربوهم لان الصراحة العجينة ديالهم بسيطة ولكن ستبعوا المراحل الملو و الاخر و ان شاء الله تجربوها و من بعد تكون عندكم شفرحات دالي انا ما كانش عندي انا عمي تغاموس و هالشكل ديالهم من الداخل كي يجي غزال وارطب و كي يجي اتفنج و كي يجي مقارمش و ان شاء الله نتمنى تجربوه تنتموه وتقدموه لوليداتكم شكرا للمتابعة ديالكم شكرا دائما لاصديقاء ديالي عندي في القناة اللي كي يدعموني سواء بتعليقات ديالهم اللي كتفرح او لا او لا البرتاج او لا تسجيل في القناة شكرا لهم بزبزب هل يخطوهم عليها و ان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم و نكون هادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم و اي حاجة بغيتوها يكفي انكم تخلو لي تعالق و ان شاء الله نعمل لكم الوصفات اللي كتعجبكم كنحيي كل واحد بسميتو كنحيي العائلة ديالي الاصدقاء ديالي اللي متبعيني وهذا هو الشكل نهائي ديال الخبز ديالنا البسيط و كيجي ساهل و زوين و انتم ما تشكلوا على الحساب اللي بغيتو سواء يعني كومير سواء خبيزة صغار لكم الاختيار هانتو ما هوره هنا باقي سخون والله العالم كيجي رطب و كيجي زوين هانتو ما اسفنجي و تاكلو بصحة و راحة و شكرا للمتابعة ديالكم و شكرا على كل حاجة كتقدموها لي و هيختكم عليا كانت معكم وصفات رشيد العماري شكرا على المشاهدة و المتابعة و الى فيديو قادم مع وصفات سهلة و مبسطة و ان شاء الله تجربوه و تردع لي الخبار و تقول لي كيجاكم و الى الملتقى بحول الله مع وصفات سهلة و مبسطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر